طريقة استرجاع الملفات والصور والفيديوهات المحزوفة مرحبا بكم في شرح جديد على قناتكم تكنو اندرويد للمعلوميات طبعا اليوم جبت لكم طريقة سهلة وفعالة لاسترجاع الملفات المحزوفة جميع الملفات حتى بعد الفورمات طريقة سهلة وبسيطة راح مشرحها الان تتمنى انه تبقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد طبعا اكتار منا بيبحثوا عن تطبيقات لاستعادة الملفات المحزوفة وكتار من التطبيقات مزيفة طبعا انا اليوم احضرت لكم برنامج سهل وبسيط لاسترجاع الملفات والصور والفيديوهات المحزوفة طبعا ابل ما ابدأ بشرح هذا البرنامج بتمنى توصلوا قناتي هاي للمئة الف مشترك طبعا اول شي راح نقوم بتنزيل تطبيق من اسفل هذا الفيديو بالوصف هذا التطبيق طبعا اول شي راح اتوجه للكاميرا راح التقط صورة اما تلاحظوا الا التقط صورة راح اتوجه للاستيديو وراح قوم بحزف هذه الصورة الملاحظين هاي الصورة راح نحزفها طبعا الان راح ننتقل الى البرنامج اللي قمنا بتحميله طبعا هاي واجهة البرنامج بتحلنا انه نعمل بروت اذا اردنا مسح كامل طبعا احنا لا احنا نضغط على الخيار الاول بدء مسح الصور الاساسي هلا هاي ويكون راح ننتظر لا بد ما يبحث في الهاتف عن الملفات المحزوفة طبعا نطلق منلاحظين بالاسفل هون راح يعطينا عدد الملفات اللي وجدت والملفات اللي مخفية طبعا بعد الانتهاء راح نلاحظ انه طبعا هاي الصورة نحنا اللي حزفناها متنم ملاحظين ظهرت اول شي طبعا راح نحدد الصورة نضغط عليها لحتى نرجعها وراح نضغط على السلاس نقاط اللي بجانب الصورة وراح نضغط على حفز هذا الملف محليا طبعا وهيك بنحط من الاسفل تحديد بعدما نحدد المجلد في الهاتف اتمنى ان يكون افادكم هذا الموضوع